اولا انا عايز بس ابتدي كلامي ان احنا بنلعب كرة وان احنا كلنا بنحب كرة جدا وان كل الشعوب العربية بتاعشق كرة القدم وان احنا فينا تشابه ما بيننا وما بين السودان ومصر من حيث يعني ان احنا دايما عندنا فرقتين بنفسه بعض على البطولات ودايما هم الاكثر جماهرية والاكثر شعبية في البلد فان احنا ما بنتكلم دايما بنجي نعمل مقارنات فمنقول مثلا الزمالك والنادي الاحلي في مصر ومنجي نقول مثلا في السودان بنقول المريخ وبنقول الهلال وسنة تلاقي الهلال واخد الدوري سنتين واربعة سنة تلاقي المريخ واخد الدوري سنة تلاقي المريخ واخد دوري وكاس الهلال واخد دوري وكاس نفس القصة في مصر في تنافس اكيد في فريق بيتفوق على فريق من حيث عدد البطولات في النادي الاحلي بيتفوق علينا في البطولات هناك اعتقد الهلال على ما اتذكر عشان اتأكدوا لي يا جماعة قولي بتفوق في البطولات وجمهور السودان عاشق لقرة القدم وجمهور مصر عاشق لقرة القدم ودايما احنا فيه صلة يعني فيه صلة نسب وفيه صلة قرابة وفيه كنا دولة واحدة وادي النيل ففكرة ان احنا يعني بنحاول نبعد الشعوب او بنحاول ندخل قرة القدم في القصة فنعمل عداوة من لا عداوة فانا مش حابب ده خالص لكن انا رسلتي النهاردة لجمهور الزمالك وجمهور الاهلي وجمهور الهلال وجمهور المريخ اللي بيسمعوني اولا اوعى تفتكر ان انا الهلال اكتر صح اوعى تفتكر ان انا عشان زمال كاوي فهبقى ضد النادي الاهلي انا زمال كاوي وبنافس النادي الاهلي النادي الاهلي ده مش نادي ضدي مش نادي يعني فيه عداوة ما بيني وما بينه لا النادي الاهلي فيه منافسة ما بيني وما بينه على البطولات مرة هو يكسب مرة نكسب هو ياخد بطولات انا اخد بطولات لكن في النهاية هي تنافس لان النادي الاهلي ده ابويا بيشجعه ونادي الزمالك ده أمي بتشجعه وأخويا بشجع الأهلي وأختي بتشجع الزمالك وأخويا بشجع الزمالك وخالي بشجع الأهلي وعمي بشجع الزمالك فإحنا الأسرة الوحدة في البيت الواحد منقصمة وكل عيلة منقصمة بين زمالكاوي وأهلاوي